أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها غجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم أذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي زفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سع لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا خولقم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامتوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمينتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمينتم ما في السماء أن يرسل عليكم هاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عصو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صرات مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم إن ذا الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئت قجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أحلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين حزق الله العظيم